موسيقى رنة الفقري منصقة الاستعداد والاستجابة في جامعة الاحمر فلسطيني طبعا احنا عنا غرفة العمليات المركزية هي موجودة في الادارة العامة طبعا هي بتكون في رسد ومتابعة الاحداث وكمان ادارة الحداث من خلال غرفة العمليات المركزية حاليا احنا تم تفعيلها من سبعة عشرة بناء على قرار الدكتور يونس الخطيب كمان غرفة العمليات الموجودة في قطاع غزة جامعة الاحمر فلسطيني هي جامعية انسانية طبعا متقدم عدة خدمات ومن اهمها خدمة الاسعاف والطوارئ والخدمة الغاثية طبعا من اول ما بلش العدوان على غزة كان فيه استنفار كامل للطواقم سواء الاسعاف خانحكي في المقدمة ومن ثم الغاثية طبعا عنا في غزة بالتحديد احنا المقرنة هناك في مدينة غزة نفسها وفيها طبعا مستشفى الكدس والكل اللي بيعرف ايش كان عنا مستشفى الكدس وكان كمان كان عنا مركز ايواء موجود نازحين توجهوا له طبعا هلأ طبقمنا كلياتها موجودة خارج غزة وشمل غزة بالتحديد هلأ عنا غرفة العمليات تم نقلها لخان يونس لعنا للفرع للي هناك متواجد حتى مكرنا في خان يونس هناك أساسا عنا أكتر من 14 تقريبا نازح موجود طبعا طواقم هناك الجهود اللي عم بيقدمها هي فوق جدا فوق طاقتهم عمالك عم تحكي أكتر من 70 تقريبا يوم تواجدين على رأس عملهم متواصلين طبعا هناك كان أكيد هي أهم شي كان الاتصال والتواصل خاصة لما ينقطع الاتصال والتواصل ما كان في عنا أي وسيلة اتصال حتى وسيلة البي أتش أف اللي كانت مستخدمة بيننا وبينهم طبعا كانت تشويش كامل وأحيانا حجب على الرسائل اللي عم بتم إرسالها في الوقت الحالي كمان لأكتر من مرة طبعا متكرر في انقطاع تام بالوسائل الاتصال هون في طبعا في صعوبة إنه إحنا كيف نتطمن على الطواقم اللي موجودة كيف الوضع اللي موجودين هم فيه كمان من أحد الصعوبات كانت كمان اللي هي آلية التنسيق يعني كان في عنا صعوبة في التنسيق طواقمنا لحتى أن يدخلوا بعض المناطق اللي كان هناك فيه مناشدات أنه للمواطنين يكونوا مصابين فهي من أحد كمان الصعوبات والتحديات ومن أكتر الصعوبات هي نقل كمان غرفة العمليات من غزة لخان يونس نتيجة الوضع اللي كان موجود بالإضافة أنه طبعا الله يرحمهم عنا طبعا أربع شهداء ضباط إسعاف كمان فيه عضابة إسعاف معتقل كمان فيه عنا متطوعين كمان استشهدوا هم متواجدين في منازلهم فهي كلياتها طبعا أكيد معيقات وصعوبات بالنسبة لإلنا كمان للظروف المحيطة يعني بكفي بصراحة أصوات القصف أنه تكون قريبة من المكان اللي هم متواجدين سي من 7 أكتوبر لغاية تاريخ 13-12 تعاملت مع إصابات 13-576 وتعاملت مع 4-250 الشهيد طبعا هذا بس تعاملت معه طواقمنا كهلال أحمر فلسطيني ولكن هو الإحصائي المجمل هي أكتر من هيك بكتير طبعا كتوتل موجود في غزة انتهاكات كانت عددها 37 انتهاك طبعا من ضمنها أنه أربع شهداء من طواقم الهلال أحمر فلسطيني منذ بداية الأحداث إلى غاية الآن مستمرين طواقمنا في الهلال الأحمر فلسطيني في كتا غزة على رأس عملهم بتقديم الخدمة الإنسانية للعائلات المتضررة جزء كتير كبير من التواقم اللي موجودة هي فقدت عائلاتهم وأقاربهم بشكل كامل بالإضافة تم تدمير بيوتهم أصبحت عائلاتهم هم من نازحون ورغم هذا الشيء هم ملساتهم مستمرون لتقديم الخدمة الإنسانية ومستمرون بثباتهم وصبرهم فأنا من هون فكل الاحترام لطواقمنا في الجامعة الأحمر الفلسطيني فترفع لهم الكبعة أنتم أقوياء ونحن أقوياء طبعا بكوتكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر